بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هذا طبعا الولايات المدى 640 التقلم فيه على اول شبتر عندنا للأسف طبعا اول محاضرة كانت هنا في الروس اول امس مكان عندنا تقلم في شكل نظري بشكل عام وقدر شوية شيء على الطبورة فاللي راح سير اليوم باذن الله اني راح اعيد على سريد هاته مر عليهم شوفها مع بعض ان شاء الله وراح اطبقوا جزء العمل اللي راح وريكم كيف تنزلون وتشغلون النتبينة لأول مرة وبعد كده كيف تكتبون اول برنامج لكم وتشغلونه فراح ارد معاكم نرحظوا لكم شير عندي على الديس كتاب فضل وضح السريدات للجميع طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه السريدات زبعا زي ما انتم شايفين راح ابتتكلم عنها بشكل سريع وفي اي شيء ووضفوني فأي وقت طبعا شفتر وان كان الانتردكشن تضمن قولت لازم تنتبهونا اثناية الشفتر تكون عارضين كل هذا الاشياء فبسرع الجزء النظر راح مرانا في قصر جدا تكلمنا عن القرمجة تعريف البرنامج شوية اسئلة عليها فروقات بينهم الكمبيوتر تشريح الكمبيوتر قولنا مثلا هالو وحدة المعارج المركزية سلتر البروسيسيج يونيك او البروسيسور هذه الرام وهذا الاردسك ذكرنا نوع الاردسكات حديثا وهذا الميذر بورد اللي تربط كل هذا الاشياء مع بعضها فمضلا هنا تركب الرام هنا يركب الاردسك وهالي اي قطع اضافية تركب الكمبيوتر هنا يركب البروسيسور وهذا الاردسكات غالبا يتم توصيلها عن طريق اسلاك بهذا الكمبيوتر هنا او هنا بيوغرام بسيط توضيح له طريق التواصل هذا القطع مع بعضها سور مذلا الانياك اول كمبيوتر تنتصميم عام 1946 وايضا مجموعة اسئلة الماشين كود اللي هو الزير وزن وانز وتكلمنا عنها والجابة فيرتشوى الماشين اللي راح نجايزة للمكورة في نهاية المحاضرة ان شاء الله امثل على العمليات كيف طريقة تفهمها من ضمن الكمبيوتر مثلا 21 مية معناها load the contents of memory location 100 21 تعليمه يعرفه الكمبيوتر معناها load the contents of memory location ومية عنوان اللي بغى يحمله الجامب بالغرامج لانجوج قلنا اهمي ذاتها simple safe platform independent وشرحنا الفكرة ليش rich library او packages designed for the internet وذكرت لكم الابلت الجافة الابلت اللي كان ثورة فوتتو اللي تقدر تضيف اكواد بهذا الشكل الى منتصف صفحة HTML static page عاديا الجافة الابلت بدء من 1 عام 96 1.1 97 1.2 1.3 1.4 الى 2002 في مبعد كيه فقط جاهلوا مضوع الابلت وكملوا 5 6 7 والان 2014 نزلت الابلت الابلت طيب اول برنامج جاهلة خلاني اخرج من هنا ابل اعمليك البحث enter را اختار اول خيار يطلع لي لو اشتغل نعم اول خيار جاني في البحث اسمه جاني كاسف وغريك بيت اضغط على الرابط بالنسبة لي عبد الرحمن ما يفرق اذا حمان تفضار 7 او 8 كل الاشياء الرئيسية اللي رح تقامل معاها موجودة هادي صفحة التحميل اول شيء اكسبت اللاساس اجريمنت هنا ابحث لنظام التسجيل خاص بك linux86 اللي هو linux 32 64 ماك 64 ويندوز 33 اللي هو 6 خباليج اسمه و 64 راح اختار هذا الفرجل راح امتنى مباشرة بتحميل الملف عشونه بعد ثواني waiting for oracle بده تحميل الملف اذا ذهب تحميل شغلوا هان الملف وحملوه بشكل طبيعي ونصيبوه على البرنامج كأي برنامج عادي اذا انتهى شغلوا البرنامج راح يظهر ما عندكم قاليني بس انشان اوليكم مياه فعلا بالشكل الاول ما يظهر بده اشتغل بشكل هذا متبنز اي دي اي 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 واشتغل اخيرا معاكم النجمين وهذا هي الشاشة الرئيسية طبعا انا ما عنده الرد في برامج انا صويتها اللي هي هنا زمراءكم في الشعبة الثانية راح اقفلها بس شانا اتلخبطكم هذا الشكل اللي اطلع لك الاتبنز اول ما يشتغل اذا رابح لمو ان شاء الله رضي شيء اي شيء كلمون عشان تبدأ تشتغل لازم تنشي مجروع جديد بروجيكت جديد فراح اروح الى قائمة فايل طبعا معا فايل نيو بروجيكت انشي بروجيكت جديد اثناني هذا المنيو راح خليها خيارات الاساسية بس لو اختلفت لسبب الاسباط هنه راح اختار جافة وجافة ابليكيشن الباكيش جافة والفودر جافة وجافة ابليكيشن ونكشت خطة ثانية راح اكتب اسم البروجيكت اللي انا فعنشو فراح اقول لنا سي اس مية واربعين مثلا اللي الماضي اللي عندنا وفنش الآية لتم اشاء البروجيكت لاحظ جانا فيه اي معاملة تشكنه وكريات مين كلاس اتبع لهم محتاجة مين كلاس فراح احذف اذ انتهت حال السورس بكيشن انشاء لي بكيش اسمه مية واربعين وسي اسم مية واربعين جافة راح احذف هذي البكيش بالكامل وممكن راح احذف البروجيكت بالكامل وصوله قدامكم مرة ثانية وضغط عليه ودليت اوصو دليت الكراسس من الفعلم من الغابقس اذا من جديد فايل نيو بروجيكت جافة جافة بلكيشن نيكست سي اس وان فورتي انا ما بغى اتويني مين كلاس انا بنشاء كلاس بنفسي فانش فانا عندي هذا السورس بكيش هذي منطقة العمل فاضع ما فيها شي الان ابنشي اول كلاس عندي طريقة ان شاء الكلاس ان اروح للبكيش اللي بنشاء كلاس داخلها طب احنا ما اخذنا البكيش يزدين الان فيكون على default package راي تكلك عليها ضغط بالزر فارل الايمن نيو جافة كلاس من جديد راي تكلك نيو جافة كلاس واضغط عليه يقول اكتو اسمه كلاس اسمه كلاس احنا اكون امتعامل معاه اسمه hello printer لازم ما في براغات الاسم يبدأ لازم بحرف ويصدل دائما يكون capital letter finish بس هذا اللي احتاجه عن شعر يوكي احد ملف اسمه hello printer ضجابة وعرف لي هنا public class hello printer الخطوة الثانية كانت اني اكتب وذكركم اياه هنا هذا هو public class hello printer الميل لفت الميل مثل سطر ثابت public static void main string of arguments وفينا طبعا علامة الر الري كده انا انشأة class يحتوي على main method كل منطقة العمل هي هنا داخل المان method عندنا امر واحد system وفينا منطقة العمل وفينا منطقة العمل مثل المثبيت سطر الثانية وفينا منطقة العمل ستظه لي قائمة بكل الخيارات اللي عندي من ضمنه راح تلقى brand slide الان اكتب له الان اكتب له اللي هو بالدبر quotations hello world هذا اول برنامج عندي في جاههم الان هو اللي يطلق تشغيله حتى نشغل البرنامج راح اروح للملف اللي انا راية تلقى عليه واجل له run file هذه منطقة الoutput لحماكم عليها output ظهر لي hello world فيها اللي هي اللي انا طلب طبعته هنا من جديد تشغيل البرنامج اروح للملف اللي انا بشغله اللي هو hello printer هنا راية تلقى عليه وrun file run file ظهر hello world عدلت هالي هنا مثلا خليته hello class من جديد run file اصبحت hello class هبا اكتبها على فضرائف زي ما كان موجود عندنا في الاسئلة في سؤال في السلايدات system dot عطوا dot out dot نطلع لي كل الخيارات ونأكتب وتم اختصارها print line دم اختش لل string walk في اي تشكيلات انا بواحد shift اختصار طبعا على سلان الانوح هنا وright click وrun file ممكن نختصر اضغط shift وF6 shift وF6 نتلاحظ هلو حتى بال spelling ال arrow اللي سويته d before class هلو رح تفوها مباشرة before class هلو printer رح تفوهردك مباشرة عندي انشاءه ويندوز على فكرة دعا عبدالله الاس كبير لا تنسوها عبدالله هادي الكنسل 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 هذا هو الانوح لابدتك انت الشاشة السودة اللي تظهر في الويندوز اسدود زمان هادي لازم تروح تشغله من ال command line اللي هو command line اسمه لازم تروح تشغله الملك من هناك في ال command line وقته واحي ظهر في ال command line فضيما ضد لكم هذا تشغيل البرنامج hello word طبعا نظهر على سترين البغاية طب ينكتب بالشكل هذا في سترين متفصلة هنا لكنه في المنيو في ال output يظهر في سطر واحد الحل الشيئة الموجودة هنا صارت print بناتك نستعمل ال hello ما رح ينزل سطر جديد ورح ينتظر ال command اللي بعده شغل البرنامج hello word زي ما انتم شايفين تشكيلات خريرة كتبير توفية اللي تبغى لكن هذا مختصرها طبعا خلونا نتقل هذا يوسف وقته اي اسئلة عن تحميل النتمينز تشغيل البرنامج الكتابة وابسل الجميع ان شاء الله ان شاء الله تشغيل اي نوع ابتال احمد بسطر واحد عن اذي كذه عاجي. اقسم بس الكلام اللي تبغى ينزل. هل اقصدك؟ قصد اي واحد افتح الجي الجافة اس اي ولا جافة دبل اي ولا في الداونلود عندي خيارات وعادي انا ارجع لك للصفحة. هذي الصفحة اللي نتكلم عنا لاحظة قلنا نحليها لنفتح الصفحة شاف الصفحة على الشاشة اي انا ازلت نتبيز ايوا بو اعطالي خيارات تعال امرو من كيش الخيارات؟ الخيارات هي اي نتبيز اي دي ا ات بوين زيرو بوين وين داونلود اوكي هذا المعادة الفرنجي اسمو اي واي اي اي او اوها اي اي او اوها اتش او انت تكنولوجيا اي او جافة اي او جافة اكس او جافة ام اي او ا شفاشه اكتفoca ثقص الاشر ما نتصلعنيم لكن الصفحة نتبلح الان يرجعه طفحيهung نتفيظ اد 8.0.1 هات الصفحة الرئيسية حسنا 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 ها حسنا 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 انفعلت قناة لا تقوم بتصويري شانك على الصفحة عن البرنامج على البرنامج الذي عندي حسنا انفعلت قناة الوصفة المفترض ان يكون عندك ومشكلة انه قفلت عشان اوريك لا يمكن ان يرى صفحة يكون في اعلى صفحة في ثلاث خيارات الويت بورد او الشاري الوصفة الوصفة لا اظهر عندك اغطي عليه طيب في Ranger الصفحة نحن الافضلة اتنجد نعم حسنا نعم هناك حسنا نعم بالمثال حسنا حسنا لا بس نعم الأمر... لنقصатها من الغير الجاديك اكتب جافة ومتلك جا دي كي جا دي كي بلو كده ما تنظيم جا دي كي بشكل منفطل وتربطه من بعض في الأخير هذا هنا شوف جا دي كي اه ثمانية صراح اكي اه ما ظلقت اي اصدار مو مشكلة مو مشكلة سافن انا محمدت عندي سافن خلي جا دي كي وخليك على سافن لان هو الستابل اديشن اكتب خلينا على سافن TEAM أعني او سافن اه خ lumière سافن قني نعم هه وهذا kart كي مع الخليل الاجتبال نعم امرني وقد اختار اقدام التشغيل الي عندك كم تعدر الان اه ويندوز اه سكسور اختار الملقف اللي هنا قدامه ايه وراي حمل الويندوز اوكي انا اذهب لك شكرا جدا شكرا شكرا طيب نعم مشعل تفضل خلي نفس الميكروفان عليه نفس المشكلة اه نفس الوضع ارجع حمله من جديد اسهل طريقة طبعا في طريقة اضافة الجدكي بشكل منفصل له ولكن اسهل طريقة نكتحل في النتريبز وارجع حمل الجدكي من جديد اوكي استاذ بس ايش فايلت الجدكي لانه انا عملت رن البروغرام بعد ما اكتبت الكورت واشتاغل معايا وفي شي فاني الجدكي ولا الجدكي الجدكي هي تحتوي على كل البرنامج والاوامر اللي عندك يشتغل برنامج بس ما رح تقدر تكتب برامج عليه وتنفذها وتشغلها رح سير زيه زي الوقت بالنسبة لي لما اتحملتها بالطريقة اللي هو كان ماشي عليها الان سكتبت البرنامج اشتغل معايا يعني تحت يظهر لي اتوقع اتوقع ما اخترت نسخة فيها الجدكي اخترت اللي هو اخر خيار اخترت نسخة فيها الجدكي اي اخترت نسخة فيها الجدكي اوكي في احد ثاني شباب عنده مشكلة فيه اوكي بان فقط طيب نواصل الجوزي الخير عندنا انا كان او القرر الخير اتكلمنا فيه على نوعية الاخطاء الايروز اللي عندي طيب طبعا هاد الرسمة بس قل نمر عليها ونقف عليها طريقة اعمل الجافة عند الايديتور اللي هو نك بيمس راح نشغل الصورت فايل الكمبيلر راح نشغل الكلاص فايل اللي يمددنها بعد كل الفير شور ماشين عند التشغيل على نظام التشغيل اللي بتشغله عليه راح نقوم بضم الكلاص فايل مع اللي بريفائل من شئ لك الراني ان بروغرام مشغله قام الخطوة الاضافية اللي مو موجود في الوقت برمجة ثانية سنمليل بلاسورم الانديبندنسي انه يصير نظام التشغيل غير مهم عند عملية ترجمة البرمج نوعية الاليروز نوعية الاليروز قلنا الكمبيلتام ايروز الانترنتام ايروز الكمبيلتام ايروز اني اخطي في في الجرامر في حاجة اللغة مثلاً نسيت هنا هنا السميكولات على طول ظهر لي على خط ومقشر عليه يقول لي سميكولات أكسبكتد نسيت قدامه فتاشة انكلاست سترينج لترال يقولون السترينج ماله نهاية نسيت مثلاً تي هنا نسيت نسيت قناة فاين سيمبل لازم نرد عليها فهذا اختار سيمة مشاكل ايجادها سهل جداً موجي مشاكل الملحب الثاني الرو نفترض اني بطبع مثلاً ثلاثة على صفر اللي راح سير اختار اشكلت البرنامج 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 خلال عملية التشغيل لانه فيه قسمة على صفر طبعاً الصفر لا يقسم عليه وبالتالي البرنامج هذا فيه خطأ ووقف وما يكتمل الجزء الأخير اللوجيك ايروز يعني مثلاً ابي اطبع كلمة هالو وورد اطبع كلمة هالو كلاس هذا خطأ المثال الشيء اللي نبغاه فيه خطأ في نسبلك لكن هذي الأخطاء كلها نوعية اللي الكمبيوتر ما يقدر يلقاها راح تطلع لخطاء ايروز النتائج تكون فيها خطأ فمثلاً راح اكتب على عشرة بدل مية عشان القى النسبة المئوية هذي نوعية الاخطاء هي الأصعر في إيجادها اخر شيء تكلمنا عنه كان الالغوريثم تكلمنا عنه قلنا unambiguous, executable, terminating السيدوكود هو مكتب الكلام بلغة انجليزية عادية مثلاً total cost for each car operating cost يساوي عشرة بلغة انجليزية for fuel cost total cost اللي بغاء قلكم عليها لكن اتفضلوا لو فيها اي اسئلة اي شيء مو واضح اتفضلوا الواجبات كنت لانتكلم معكم فيها بحاضرة القادمة في واجبات اسبوعية رح بلغتكم عنها بحاضرة القادمة ان شاء الله اي شيء مطلوب منكم كل اسبوع تتوونه وحرسلكم ايضاً ايميل بخصوصة وفي واجبات مرتين في الاسبوع الخامس وبعد ياس الحج كلها بعد ياس الحج في واجبين كبيرة رح حددلكم هي انتظروا مني انتظروا مني ايميل اليوم وبكرة حددلكم لو في واجب هذي الاسبوع كم يعني الواجبات تفاعلية اتو هالفكرة لم اطلب منكم اسبوعين تتوون كل الواجبات الموجودة في بلاك بورد رح حددلكم انا اشياء نوعية لتتوونها كل يوم كل اسبوع اي سؤال ثاني اي سؤال ثاني تربيضني على هذا لشان بتعرف الفرق بيننا بشكل واضح الكلاث والفاريبل والمثل الفاريبل ما اخده فاريبل الى الان والدرس اللي لم تطرقنا لاي فاريبل الكلاث والمثل اتأخذنا مثال بسيط جدا على استدعاء مثل المثال كان هنا ان استدعيت او print line هذه المثل تم استدعائها فالمثل متضمنة داخل الكلاث المثل والفاريبل مضمنة داخل الكلاث لكن قدام في المثل خلال الدروس ان شاء الله راح نتكلم بالتفصيل عن الفاريبل والمثل هنا راح ننتهي خلال خمس دقائق يمكن الوجبات على البلاك بورد الوجبات على البلاك بورد مطلوب منكم تحلون بعضها لكن عندنا الاجتماع راح نأكدها ورح بلكم بالايميل ايش اللي بضغط مطلوب منكم تحلونها بالكثير بكر راح نجيكم ايميل مني ان شاء الله بخصوصا كتاب شراب المنازمة في الكتاب هذا امر راجع لك انت اشترك كتاب او لا اكتابه توقف العوائل بلص وقرار لكن انت في الخير الكلاس المثل الكلاس مثل الطاولة المثل مثل العمليات التي تكون ضر على الطاولة مثل الكتاب والاكل به عني جائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا